موسيقى 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 يوم ذكرى ميلاد البارزاني كانت تمر أكثر من قارن على ميلاده لا يزال نهجه حياً بيننا البارزاني كانت رمزاً لشعب الكردي كارسة حياته من أجل تحرير الكردستان ولا يزال حتى الآن نهجه بين أجيال مستمرة موسيقى 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 لأنه تاريخ تاريخ مشرف تاريخ ترك لنا أرثاً عظيماً وضح بكل غالي والنفيس من أجل أن يقود شعبه إلى بر الأمان هو قائد الحركة التحررية الكردية هو الزعيم الكردي هو ارتبط اسمه بهذه الحركة الحركة التحررية الكردي الذي قدم كل غالي والنفيس من أجل أن نعيش بالسلام ومنهجه ومبدأه وإصراره على إنقاذ هذا الشعب من الظلم والاستبداد ومسيرته الذي لم يغضع يوما أو لم يساوم على قضية أمتي ولم ييأس يوما يصاد في اليوم الرابع عشر من أذار من كل عام ميلاد القائد الأسطورة الجنرال مصطفى البارداني الجنرال مصطفى البارداني كان رمزا للتضحية والنضال دافع عن حقوق الشعب الكردستاني منذ نعومة ظافره وناضل وقاتل الأنظمة الدكتاتورية من أجل حقوق الشعب الكردستاني البارداني الخالد كان رمزا للتآخي والتعايش واستطاع بخبرتي وحنكتي أن يجمع جميع مكونات القوميات الدينية والتنية في أقليل كردستان تحت خيمة ثورة أيلول الكبرى موسيقى مشاهدين رغم مرور أكثر من قرن على ميلاد القائد الحركة التحروري الكردستانية ملا مصطفى البرزاني إلا أن انجازته حاضرا بين الأجيال مشاهدين في القتام كنت أنا معكم نجلاء السندي لبرنامج ناسما الزاكروس إلى اللقاء موسيقى